اشتركوا في القناة دجاج بدون عطم بحشوة هائلة بديدة بزاف تستحق التجربة للتعرف على الطريقة والمقادير تابوا معنا الفيديو الأخير فرجة ممتعة نبدأ على بركة الله بالنسبة للطريقة اول حاجة سنسخنوا واحد جوجد مع الكبار ديال زيت المائدة نضيفوا فيهم هنا يا خزوة محكوكة كورجيتة واحدة محكوكة كونوا كبار محكوكين على طريقة جوليان بعد شكل هذا وكنت سنواليهم يطاحوا في ديال زيتا ما نزيدوا ليهم تشي حاجة واحدة اخرى نخليهم يبردوا وندوزوا باش موجدوا الحشوة ديالنا انا عندي مئتين جرام ديال كفتة كنزيد عليها ديك خزوة والكورجيت من بعد ما طابوا معلقة كبيرة ديال الربيع في قصبور ومدنوس رشة ديال توم غبرة تلاسة ديال مع الكبار ديال لاشابلوغ او الخبز او مسحوق الخبز محمص بيضة واحدة كاملة معلقة ديال زيت المائدة باش ترتب لنا الحشوة ما تجيناش نشفه ورشة ديال الجوزة محكوك هذه اختيارية اللي بغايزيتها معلقة صغيرة ديال تحميرة نص معلقة صغيرة ديال سكنجبير ربع معلقة صغيرة ديال البزار ورص معلقة ديال القرفة نخلطهم مع بعضهم تكي نساجموا بطبيعة الحال ما ننسوش الملحة قتقى على حسب الطوق تخلطهم مع بعضهم تكي نحصلوا على عاجينة ديال كفصة بطبيعة الحال اللي غادي نخدموا بها الحشوة ديالنا دوزو دابان وجدو دجاج كناخد واحد دجاجة ناكلو ونصر ولا جوش كيلو على حسب عدد الافراد تنحيد لها زيادة ديال اللي كتكون ضايرة بالعنق ذات شكل هذا مهم جدا انكم توجدو المواس ديالكم يكونوا ماضين على الاقل يكون حداكم تلسد ديال مواس لانا كل مرة هدي تحتاجوا موس بالتل اول حاجة غادي ندوزو الاسدر نحاولو نحيدو للحم على العظم طبيعة الحال جا جا ديالنا بيتا في الخل والملحة والماء ليلة كاملة يعني مالحة نقينها مزيان حيدين لها الدكشي اللي كيكون الداخل كله ندوزو الجيهة الثانية ديال الصدر نفس طريقة ديالجيهة اللولى نحاولو نسلطو الحم على العظم غيرتو البال ليدكم والمواس يكونوا ماضين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سنحيدو صدر ديالجيهة سنحيدوا صدر ديالجيهة بهذه الطريقة هذه من الصريقة نحاول نتخلص من العنق دائما نسلسل العضام على اللحم لانك مشتور وجدت موس كبيرة ومتوسطة وصغيرة كل مرة كان نحتاج موس في شكل دا بغضي ندوزو باش نحيدو الفخاد اول حاجة نفلحو الفخاد دينا من العضام لتحتاني بعد شكل هادا نحيدو العضام الفقاني كين واحد لأصباح نايا نقطعوها بالشكل هادا لنحيدو العضام الفقاني نحيدو العضام الفقاني نحيدو العضام الفقاني غير بالمهل والنتيجة كتكون روعة وخاء من أول تجربة يعني أول مرة في حياتك تحيي دي الأدم على اللحم ديه الدجاجات تكوني متأكدة بأنه غادي تستق معك لأنها طريقة سهلة بزاف السر هو المواس يكونوا ماضيين ويكونوا هكا حتاك بزاف دي المواس باش كل مرة انتك تحسي بأنه محتاجة موس كتج بديه نفس طريقة كنديروها اللحم ديه الفخاد تاني دي من كنحيدو الفقاني واللول نحيدو ذاك العضام اللي كيكون دي الضهر اللي كيبقى نفس طريقة دي اللعنق كنسلتو للحملاء العضام طريقة واضحة وخانايا الكاميرا ممكنك تصور كن طريقة واضحة وسهلة دي من كنجروا للحملاء العضام هاد شكل هذا ويبقى لنا العضام بديه الفخد تحتاني نفس الطريقة كيكون عامر بالعرق انتبعوا العرق أنا كان قررتو تكن قلبو الفخد بحاجة شكل ديت قشيرة تماما المهمة تمت بنجاح ساحق على ضم ديهنا حيدنا دابا ندوزو دابا الفخد التاني طبية الحال كيكون واحد الشحمة دي اللي الفخد للسحت كنحيدوها ديك ما كان خليوهاش واندوزو لفخد تاني نفس طريقة زلزو لحملاء العضام ونقلبوه لفخد بحاجة شكل ديال تقشيرة فهكا في سالة اللي نحيدو العظام كياخدش بزادي ديال الوقت وهت جدينات قريبا وجدات دابا غدي ندوزو الجناح الجناح ساهل كنحيدو الجناح التحتاني وكنحسافو بالجناح الفوقاني قلت لكم العدم كاملين غدي تحتاجو شربة او ضمات البنة واي حاجة بغيتيها في المطبخ ديال كننرجعو نقلبو الفخد ديال تجاجة بها الطريقة هادي وصفو الجاجة ديالنا واجدة النسبة للتعمار كنناخدو ديك الكفتة وكننوزوها على الجاجة كاملة بها الطريقة هادي نحاولو ندخلوها في جيوب ديال الفخد وديال الجناح باش الجاجة تاخد شكل ديال هاللول كترى رابح لها بالعدام ديالها بها الطريقة هادي بها الطريقة هادي كنستفوهم فوس تتجاجة بحلاكة طبعا لحال نسيت تتجاجة ستكون منتحت منها بابي كويسون حيث اشغالي ندخلوها تحمر في الفران فمن الاحسن قبل ما تخدموها تكون موجدين بابي كويسون منتحت منها باش سهلا لكم انكم تلفوها بها الطريقة هادي بها الشكل ديال الكاشير تماما وكنعودو نطويبوها ما زال في بابي كويسون حد اخر او بابي الومنيوم اللي متوفر و هالجاجة ديالنا واجدة تخل الفرن سخنها لحرارة مئتين وعشرين يعني اعلى درجة حرارة لمدة خمسة واربعين دقيقة وكتكون واجدة هادي الأدنى غادي نوجدو الخضرات ديالنا هنا عندي واحد شوية ديالشفلون مصول بروكوليتا هو مصول وخذوها منقهم قطعها على شكل مائل نزيد لهم عطري ديالجاج توم غبرة وشوية ديالملح والإبزار نخلطهم مع بعضياتهم والخضرات ديالنا واجدة نسخن البرمج ديالي على حرارة او ندير لها توقيت ديالها على ثلاثين دقيقة نص ساعة ونستفيها الخضرات ديالي ما تشكل هذا ونغطيها نخليها الطيب ندوزوا باش نوجدو الخلطة اللي غادي ندهنوا بهات الجاجة مني غادي توجد لدينا واحد معلقة كبيرة ديالزبطة وشوية ديالت حميرة او الفلفل احمر نخلطهم مع بعضهم الجاجة ديالي منين وجدات او منين طعبت من بعد مروا خمسة واربعين دقيقة يعني ما كتفوش خمسة واربعين دقيقة لان الحرارة عالية بزاف نجبدها نحيد لها البابي كويسون ندهنها بخلطة ديال الحميرة والزبدة قد عطيها لون زوين بزاف وحتى المدق يجي هائل ندهنها مزيان من الفوق ومن التحت ونعود ندخلها الفورم سخن على حرارة نية عالية غير من الفوق مدتها 10 دقائق تاكد تحمر ونجبدوها مني كتب جاجة ديالي نقدمها بهتشكل هادا دي التبصيل وفرشته بالخص او الربية اللي متوفر ومن المدق نزوقها بالخضر اللي وجدت معكم ودها مبفورة ممكن تسوطيوها بشوية ديالزبدة ودخليوها مبفورة بحل بحل صافيو زوقتها باحت شوية ديالهريسة فتغيس لساكة وها هي واجدة راقية جيدة وسهلة ما ترطوش تجربوها ولا عجبكم الفيديو ما ترطوش تتبارتاجوها مع العائلة والأصدقاء وشيدة يوازوينها من قلبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء اشتركوا في القناة